وللحديث عن هذا الموضوع يحضر معي الأستاذ دكتور فرس مصدور دكتور في الاقتصاد أهلا بك الله يبارك فيك مرحبا سهلا نعم أستاذ بداية أستاذ لن نتحدث عن هذا القرار جبري تتعامل بالسقوك كالية لإصلاح المنظومة المالية نعم الواقع أن إصلاح المنظومة المالية أصبح من ضمن المتطلبات الأساسية لإعادة الاقتصاد الوطني إلى السكة السكة التي تتوافق مع تلك البرامج التي خططنا لها والتي نريد أن تجسد بطريقة سليمة وصحيحة وعقلانية ورشيدة هذا القرار انتظرناه طويلا ولكننا كنا نتوقع أن تطبيقه يتم بطريقة تدريجية وليس بالعلاج بالصدمة لأن العلاج بالصدمة يولد ورد فعل غير مقبول مثل ما حصل سنة 2005 ورأينا كيف أن الأمور كادت أن تنحرف عن مصاريها لولا أن الحكومة كانت ذكية وتراجعت عن قرار الإجبارية بالتعامل بالسك في مبالغ تتجاوز 500 ألف دينار يعني 50 مليون سنتيم الآن تم الرفع من المبالغ في مجال تجارة السيارات والتجارة الصغيرة وتجارة العقارات التي يكون فيها 500 دينار لكنني أنا من ضمن الأفكار التي يجب أن نمررها أنه يجب أن نكون أذكية في التعامل مع السوق الموازي السوق الموازي ليس سهلا السوق الموازي سوق كبير جدا لا تقل أهميته عن السوق الرسمي 30% من الاقتصاد الوطني تسير في الخفاء تسير في السوق السوداء تسير في التمويلات المشبوهة الممارسات غير العقلانية التهريب الذي ينخر في جسد الاقتصاد الوطني على حدودنا على الحدود المالية على الحدود النجيرية التونسية المغربية وغيرها من الأماكن لكن الآن نحن مطالبون بحملة قوية لترشيد المتعامل الاقتصاد الجزائري خاصة تجعل أعمالنا الذين نطلب منهم أن يرفعوا من المستوى عوض التعامل بمنطقة شكارة الذي دمر اقتصادنا ودمر كتلتنا النقدية النسلات تدرك تماما بأن نقودنا ضعفت قيمتها نتيجة أننا لا نمر عبر المسار المصرفي والمالي نعم لكن هذا القرار يعني إجبارية تتعامل بأسور كوك لو توضحوه نوعا ما يعني الفائدة دياله الفائدة أولا الكتلة النقدية ستكون مراقبة التضخم سيكون متحكم فيه لماذا؟ لأن النقد التي تسير خارج الإطار المصرفي كيف تعرفين مسارها؟ وكيف تعرفين أين هي موجودة؟ وكيف تعرفين ماذا تقدم للاقتصاد الوطني؟ وماذا تدمر في الاقتصاد الوطني؟ الأمر الثالث التهرب والغيش الضريبي نحن لدينا في كل سنة ما لا يقل عن مئتين مليار دينار تهربا وغيشا ضريبيا لدينا آلاف المليارات منذ بداية القرارة الـ 21 لم يتم استردادها الآن الحكومة تبنت فكرة أو ضمن برنامجها أن تتبنى فكرة العفو الجبائي وتقول هؤلاء الناس لقد تصلحنا معكم نريد أن نتصلح معكم الآن أرجع إلى جدات الصواب الجانب الرابع سيتم القضاء تدريجيا وليس ضربة واحدة على السوق الموازي السوق الموازي في السرع السوق الموازي في العملة نحن نظن بأن قضاءنا على سوق سكوار الذي شبهته بهذه الخانة الموجودة في جبهتي مقارنة مع جسمي معناه هو سوق صغير واحد من الأسواق في 48 ولاية وأنت تدركين تماما لو أعطيتك مثلا سوق العلمة سوق الشرق الجزائري سوق الغرب الجزائري في التجارة العملة ليس في الأمر الحقيقي نعم لكن لو نتحدث بما أنك في البداية ذكرت أنه كنتم تتوقعون أن يتم إدراج هذا القانون تطبيق هذا القانون تدريجيا لكن هل ترون بأن الحكومة بما أنها قررت هذا القانون وأصبح في حيز الخدمة دخل حيز الخدمة عفوا هل ترون أن الجزائر فعلا قادرة على تطبيقه في الوقت الرهيم بعدما فشلت مرتين سابقا بصراحة من الصعب جدا أن يتم تطبيقه ضربة واحدة أنا أقول لك إن حجم السوق الموازي يعني السوق المافياوي إذا صح التعبير سوق قوي وقوي جدا أنا شبهته بأنه يعني يحتاج إلى مصالحة اقتصادية يعني ما أحوى جنائل أن تصالح اقتصاديا مع هؤلاء الناس فنقول لهم سنعطيكم امتيازات جبائية وشبهة جبائية سنعطيكم فترة إعفاء يمكن أن تستمر من خمسة إلى عشر سنوات لكن فقط اظهروا إلى العلن ولا تتعاملوا في الخفاء لأن التعامل في الخفاء دمرنا ودمر اقتصادنا أختي الكريمة الكثير من الناس لا يدرك بأن تمويل الإرهاب يعني الإرهاب عن المستوى المحلي والإرهاب عن المستوى خارج الحدود الوطنية يمر عبر التجارة غير رسمية وقد رأينا ضربات الجيش الوطني من خلال تلك الهجمات في الصحراء الجزائرية وقوافل التهريب التي لم يعد التفاوض معها مباشرة لأن الإنذارات كثرت ولكن الناس تمادوا في غيهم وفي ظلالهم وفي تدميرهم لاقتصادنا وكيف يمكن للحكومة الجزائرية أن تنجح في تجسيد هذا القرار؟ يمكنها أن تنجح إذا أولا تم تبني حملة إعلامية قوية نصحح المفاهيم نزرع ثقافة العمل المنظم نزرع ثقافة رجال الأعمال الذين يرتقون إلى مستويات حكوماتهم الأمر الثاني نحتاج إلى أن نحفز الناس قال إنسان لي يدفع بالسك فإن ضرائبه ستخفض يعني عوض أن تدفع مثلا 17% فإنك إذا دفعت بالسك ستدفع 10% الجانب الثاني تحفيزات جبائية الجانب الثالث وهو تحفيزات شبه الجبائية الرسوم الرسوم التسجيل مثلا بتنسبة لتجارة العقارات ستكون مخفضة مقارنة مع الرسوم التي عندما يدفع الإنسان يعني نقضا الجانب الآخر فلنحذر لأنه دائما عندما نترك الثغرات القانونية يدخل من هالناس تكلمنا عن 100 مليون يمكن أن يقول لك أنا تاجرت 99 مليون 999 ألف وتكلمنا عن 5 مليون ممكن يقول لك أنا تاجرت بـ 499 مليون 999 وبالتالي لا يدخلوا ضمن الإجبارية في السك نعم لكن لو نتحدث أن الجزائر بمأنها ربما ستمر بمرحلة ربما تطبيق هذا القرار يكون أمام تحديات كبرى خاصة أنه أن الجزائر فشلت مرتين في تطبيق تجسيد هذا القانون على أرض الواقع من خلال ربما العوامل التي كانت سببا في تأخر تجسيد هذا القانون كيف يمكن للجزائر الاستفادة مما سبق من الأسباب العوامل التي كانت وراء عدم تطبيق هذا القانون الحكومة لم تكن أقوى مما كانت عليه من قبل في 2005 كانت لدينا مشاكل جمة كنا في مرحلة بدأنا نخرج من عنق الزجاجة وكنا نريد أن نشتري السلم الاجتماعي الآن الحكومة أقوى مما كانت عليه من قبل في المجال الاجتماعي وفي مجالات اقتصادية معينة الآن فقط إذا كانت الحكومة تريد أن ينجح قرارها هذا فإنه يجب أن تعتمد مرحلة انتقالية على الأقل مدة سنة لماذا المرحلة الانتقالية نزرع هذه الثقافة في الناس إعلاميا ونزرعها ممارسة بل وتحفيزا إذا لم نفعل ذلك فإننا سنصدم بحائط قوي جدا اسمه المافيوية الاقتصادية وهل جزائر عندها الإمكانيات حتى تمر إلى مرحلة انتقالية وتجسد هذه الثقافة في المجتمع وحتى على الأرض الواقع أختي الكريمة نحن نعلم بأن منظومتنا المصرفية تحتاج إلى تطوير في أدوات الدفع الإلكتروني التي دمنا فيها خطوات لكننا لم نتقدم ذلك التقدم الذي يؤهلنا لأننا كنا قادرين على أن نتحكم في مسألة تتعلق بطبيعة الأموال وفي مسألة تتعلق بتسيير الأموال أو مداولتها ما بين الناس بالشكل التقليدي الآن نحن مطالبون وبشدة بأن نطور تطويرا سريعا منظومتنا المصرفية في أدوات الدفع الإلكتروني وأن تعمم إلى أبسط مستهلك الجانب الثاني أن يتم تعميم تلك الأجهزة الإلكترونية على مستوى كافة المراكز التجارية سواء الرسمية أو تلك المراكز تابعة للقطاع الخاص الجانب الثالث والأخير نحن مطالبون بأن نتبنى فكرة التحفيز ليدم دفع الناس دفعا إلى أن يعتمدوا على هذه الألية وإلا فإننا لن ننجح أبدا في تطبيق هذه التعليمات لكن رجال الأعمال أبدوا ورفضهم لتطبيق هذا القانون قانون إجبري تتعامل بالسقوك لكل التعاملات المالية التي تفوق 100 مليون سنتيم بدءا من تاريخ من أمس بسبب ضعف النظام المصرفي في رأيكم هل ربما الجزاء الله لديها الميكانيزمات الكفيلة بتطبيق هذا القانون فعليا على أرض الواقع سواء من عدد الوكلات البنوقة على المستوى الوطني سواء من أجهزة الرقابة القادرة ربما على مراقبة التعاملات المالية لأنه ربما لكثير من رجال المال يتخوفون من شفافية التعاملات المالية لدينا القدرة في التحكم بشكل كبير جدا في 30% من هذه العملية بينما 70% تحتاج إلى أن نطور منظومتنا المصرفية وأن تكون لدينا فروع كثيرة تدخل إلى أعماق المجتمع بالنسبة للمصارف تغطية المصرفية عندنا ضعيفة الأخت الكريمة الجانب الثاني نحتاج إلى أن نتفاوض مع رجال الأعمال وأن لا نصدق قرارات دون أن نتفاوض معهم لديك البطلونة لديك جمعية رجال الأعمال لديك المجتمع المدني الذي يجب أن يشرك إشراك كبيرا في اتخاذ مثل هذه القرارات الجانب الآخر لو أن الحكومة الآن أرادت أن تطبق ولكن تطبيقا تذريجيا ترفع من المبالغ لعل هؤلاء الناس أن يقتنعوا لأنه ليس من مصلحة رجل الأعمال أن يتعامل بالشكارة لأنه سيتهم في يوم من الأيام بعمليات تطبيق الأموال وأنت تدركين تماما بأن هؤلاء يبيضون أموالهم يعني الغير الأسوية يعني نقش الناس الملتزمين باعتماد مبالغ صغيرة جدا فيقسمون أموالهم لمبالغ صغيرة من أجل أن يجدوا لهم شهادة رسمية شهادة ميلاد جديدة ليدخلوا إلى السوق بشكل رسمي لكن إذا لم نعتمد فكرة التحفيز اعلمي علم اليقين سيتقوّون أكثر مع مرور الزنان وأعود إليك أستاذ فرس مصدور فيما يخص أراء الطبقة السياسية اختلفت بين مؤيد ومعارض لهذا القرار في رأيكم لما هذا الرفض؟ والله يهلا نقول لك عندما ينزل السياسي إلى مستوى التكلم عن الأمور الشخصية ويعممها لتصبح مصلحة وطنية فهذا هو الخراب بعينه أنا كسياسي يعني لا أقصد أنا إنما أتكلم عن هؤلاء الحمد لله اقتصادي هؤلاء يتكلمون أحياناً ويعبرون عن من خلفهم وهذا لا يجوز بمنطقة وطنية الحقيقية التي تجعل الناس يفنون أعمارهم من أجل وطنهم أنا أنصح هؤلاء الناس كبروا عقولكم وحاولوا أن تجعلوا مصلحة الجزائر أولاً وقبل كل شيء أنا قلت وأعيدها إن تطبيق مثل هذا القرار أفضل أن يتم تدريجياً لماذا؟ لأن الناس لم يتعودوا على مثل هذه الممارسات فأدربهم شيئاً فشيئاً على أن يدخلوا في الجانب الرسمي ولكن دون تقاعس ودون تكاسل عن تطبيق الصاري من القانون الجانب الثاني الطابقة السياسية التي قالت بأن هذا القرار قرار حكيم نعم قرار حكيم لكن يحتاج إلى العقلانية والرشادة في التطبيق وأن لا نعالج بالصدمة لأننا رأينا من قبل العلاج بالصدمة إلى أين أوصلنا؟ لا نريد أن نرجع إلى الخلف نريد أن نسير إلى الأمام نطور اقتصادنا نطور أدوات الدفع نحارب الغش والتهارب الجبالي بكل أشكاله ونطور منظومتنا المصرفية والمالية لتستجيب أولاً لعادة وتقاليد وعقيدة الشعب الجزائري الأمر الثاني لاحتياجات المجتمع الجزائري وأن ننزل إلى مستويات دنيا في التفكير الاقتصادي حتى لا نفكر فقط في طبقة وعينة وإنما يجب أن نفكر في الطبقة الدنيا نعم أكيد كما قلتم أي قرار يتخذ لابد أن يطبق تدريجين حتى يوسع لكفة التراب الوطني لكن لو نتحدث ربما عن الأسباب التي خلات هذا المشروع القانون لم يطبق في المرات السابقة ربما كان لكما قلت المافيا مافيا السوق دور في تأثير تشعيل الوضع في الوضع الاجتماعي مثل ما حدث سنة 2011 أزمة السكر أو زيت هناك من يهدد ربما يرفضون هذا القرار هل يمكن أن نلمس تخوف من إعادة تكرار نفس السيناريو؟ شوفي أولا المساومة والتهديد هذه يجب التعامل معها بحزم أنا لا أريد دولة ضعيفة أريد دولة قوية في أجهزة أمنها في أجهزة رقابتها من أجل أن لا يتجرأ هؤلاء الناس على أن يساوموا دولتهم على اقتصاد غير رسمي هذه وحدها الأمر الثاني عندما نتكلم عن هذه الفئة نحن نتكلم عن رجال أعمال رسميين ونتكلم عن رجال أعمال غير رسميين يشتغلون في الخفاء بل أن منهم من لا يعيش معنا وإنما يتخذوا من بلادنا وكرا لممارسته القذرة لقد استوردوا أقدر ما هو موجود عند العالم الآخر واستوردوا تلك السيارات التي لا تليقوا بالمستارك الجزائري وأيضا دمروا اقتصادنا من خلال تدمير الإنتاج الوطني بمنافسة غير عادلة نقول لهم الآن نريدكم أن تتنظموا ليصبح اقتصادنا اقتصادا يرتقي على الأقل إلى اقتصاد عدد من الدول العربية والإسلامية التي اطورت وسائل الدفع وجعلت من اقتصادها اقتصاد بدون نقود هذا الاقتصاد بدون نقود كل الناس لديها بطاقة الدفع الإلكتروني حيث ما دخل يجد آداتا للدفع الآن وصلنا إلى المرض الذي أصبح سرطانا في جسمنا يجب أن ندخل عليه دخلة مثل العلاج الكيميائي وهو علاج صعب جدا ولكننا سنتجرعه شيئا فشيئا المطلوب أن نكون حذرين في التعامل مع المافيا الاقتصادية لأنه لديها وجه آخر أنا ليست متخصصا في التحدث عنه ولكن أجهزة أمننا اكتشفت الطامة الكبرى التي كانت تخفيها هذه الاقتصادات غير الرسمية نعم لو نتحدث أيضا عن ربما لما الجزاء إن شاء الله تنجح في تجسيد هذا القرار ويصبح ربما سريا مفعول في كل ولاية الوطن ما الفائدة التي سيأتي بها على الاقتصاد الوطني وحتى على السوق الوطني ربما هناك من يتحدث عن أنه ربما سيأتي حتى على الأسعار التي ستنخفض بالطبع لأن التضخم الذي حصل هو نتيجة الممارسات المضارباتية غير السوية العقار تخيدي أن العقار يبنى بمئة وثمانين مليون سنتيم ويبع بمليار يعني غير محقول الآن هذا المقاول عندما يشتري المواد البناء يشتريها بسك وبفواتير ويبرر كل دينار أنفقه تبريرا رسميا عندما يأتي لتحديد سعره نقول له لقد بنيت بخمسة مليون دينار لماذا تبيع بمليار وخمسة مليون؟ هذه واحدة معناه أن أسعار العقارات ستعرف تراجعا وتدنيا فوق كل هذا وذاك أسعار الإيجارات ستعرف أيضا تراجعا لأن الناس تكريب الكلمة وأحيانا إذا كان عقد الكراء يكون غير رسمي غير رسمي والمبلغ المصرح به ليس هو المبلغ الحقيقي فندخل في الرسمية الجانب الثالث أنت الآن تنظيمين كتلة نقدية رهيبة نعلمك بأنه في بداية طبع الألفين دينار طبع البنك المركزي مالي يقل عن سبعين مليون ورقة في فترة وجيزة اختفت هذه الورقات من الذي أخذها؟ أخذها التيار غير الرسمي الذي يعطى امتيازات جبائية وشبهة جبائية ولكنه يستغلها استغلالا غير سوي لتضبيرنا عوض بناء الاقتصاد الوطني نعم وكيف ربما سؤال أخير فيما يخص لكن قبل ذلك القضاء على تلعبات سوق العقار والله أنا قلت قد نتحكم في 30% إلى 40% لكن الآن المواطنة البسيطة تخيل أنك في يوم من الأيام تولي عندك فقط بطاقة الدفع الإلكتروني حيث ما دخلت إلا ووجدت تلك البطاقة أداة للدفع أنت لن تحتاج إلى أن تحمل كما من الأموال أحيانا أنت تحتاج إلى أن تحمل مثلا 50 ألف دينار وتتعرضين للسرقة يعني الإنسان يضيع ماله هكذا فبطاقات الدفع الإلكتروني والتعامل بالشكات والحوالات الإلكترونية والشكات الإلكترونية والتحويلات من حساب إلى حساب هذه أفضل بكثير من تلك الزحمة التي نجدها مثلا في البريد ونجدها في الكهرباء يعني مؤسسة سونالغاز ومؤسسة المياه أنت الآن تدخل إلى حسابك في الأنترنت تدفع من حساب إلى حساب دون أن تروح الدين الله شان بالتعبير البسيط الأمر الآخر أختي الكريمة هذه الممارسة لكن نحتاج أن تعمم هذه البطاقات بطبع لأن الحد الآن لا تستعمل فقط لصحب الأموال من مراكز نعم ولذلك قلت توزيع أو توسيع تلك الأدوات الدفع الإلكتروني داخل المراكز التجارية الصغيرة والكبيرة يعني يمكن أن يسهم بشكل كبير في هذه العملية آخر شيء إن من الناس من يظن بأن الأسعار ستبقى مرتفعة نحن نؤكد بأن وسائل الدفع الإلكتروني ستجعل الأسعار تتراجع من أعلى مستوى من المواد التي نشتريها إلى أدنى مستوى من المواد التي نقدم على شراء خاصة إذا تبنت الحكومة فكرة التخفيض من الضرائب لمن يدفع دفعا إلكترونيا عوض الدفع النقدي نعم شكرا جزيلا لك دكتور فرس مستور دكتور في الاقتصاد على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا لك